قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريراً مفصلاً لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021 وأكد مدبولي أن الحكومة حرصت من خلال برنامج عملها على إلاء القطاع الصحي جانباً كبيراً من الاهتمام والجهد المبذول وتمثل ذلك في تكوين رؤية واضحة لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي بمن عكس بشكل إيجابي على تماسك المنظومة الصحية في الدولة لمواجهة الأزمة وأشهد رئيس الوزراء بالتعاون والتنصيق التام بين الحكومة والبرلمان بغرفته في ظل ظروفه وتحديات غير مسبوقة موجهاً الشكر لجميع أعضاء السلطة التشريعية الذين يبدلون جهود مدنية بما يحقق مصالح الوطن وأبنائه